مهندس منذر هل هناك أي جديد في نقاء وكفاءة المياه التي تصل إلى سكان القطاع؟ يعني أصعد الله مساءكم بداية منذ إعلان الحرب وإعلان حرب أخرى موازئة هي منع بداية الوقود والكهرباء والماء عن قطاع غزة ونحن نواجه تحت كبرى خاصة أن كل مرافقنا حتى محطات تحلية التي كانت قد أبدت يعني قبل الحرب وصول للناس بمياه نقية بنسبة أكثر من أربعين في المية فقدنا قدرتنا على استمرار تشغيلها مع تضييق الخناق علينا بعدم وصول السمار لا شك كمان أزمة أخرى نواجهها أنه الآن بعد إجبار الفلسطينيين من النزوح من الشمال إلى الجنوب أصبح هناك في تغير ديمقرافي خطير جدا بحيث خدمات موجودة في المنطقة الجنوبية لا يمكن لها أن تكون قادرة على سد احتياجات السكان وخاصة الذين تم إجبارهم على السكن في مدارس لا تستطيع المدارس التزويد السكان الحاليا مع بداية السماح بدخول أربعين في المية لما نحتاج من الوقود تمكننا من تشغيل بعض المحطات تحلية ولكن مرة أخرى هذا لا يكفي هناك حالات خطيرة جدا ربما تحدث في المدارس بسبب عدم وصول المياه الكافية للنظافة الشخصية للشرب وهذا مما ينذر فعلا في أي لحظة لما تم السماح بدخول مساعدات بكمية كبيرة خاصة الوقود سلابد أن ندرك أن هناك غزة مقبلة على كالثة بيئية وصحية كبيرة جدا خاصة في المناطق الجنوبية في بخصوص المناطق الشمالية منذ الاشتياح البري للمنطقة الجنوبية والشمالية آسك ونحن نمنع من توصيل السولار لتشغيل الأبار ومحطة الصرف الصحي هناك طفح للمجاري خطي جدا للناطق محددة مثل غزة وجباليا وبيتلاهية وقد أعلننا صراحة أن هذا سيؤدي إلى انتشار الأوبئة لما تم تشغيل هذه المرافق حاليا نحن نحاول من خلال سلطة المياهة الأسطينية ومن خلال مؤسسة الأمم التحدة في مونسيب وصريب الأحمد بالضغط على جانب إسرائيلي لإدخال ما نحتاج من وقود لعادة تشغيل مرافق المياهة خاصة في المناطق الشمالية نفسر بعض المناطق إذا تحدثنا عن الشمال هل هناك محطات تنقية تعمل الآن في الشمال كل محطات تنقية لدينا محطة الصحيحة بمعالج كلها متوقفة وقد اكتشفنا خلال فترة بالهدنة أن جميعها قد تعرض للضمار الطاقة الشمسية محطات التجمية محطات المعالجة محطات الضغط جميعها تم تدميرها بالتالي نحن اليوم لا نتحدث عن محطات طاقية نتحدث عن إمكانية تجميع هذه المجاريها باسمية الصحيحة وضخها باتجاه البحر كأحد الحلول الطارية وهذا لن يمكننا إلا إذا تم إدخال الوقود لمحطات الضغط لضخط المياه باتجاه البحر هناك أيضا مشكلة أخرى في المنطقة الجنوبية وهو عدم تشغيل محطة تحلية التي الآن أصبحت في المنطقة شمال غرب غزة الشهيرة التي يتم الحديث عنها أنها أصبحت الآن منطقة عمليات لا يتم تشغيلها لخدمة سكان مدينة غزة وأيضا خط المياه الآثي من الجانب إسرائيلي المشترى من الجانب إسرائيلي تم إيقافه منذ بداية الحرب هذا يعني أن تقريبا 80% من مقدرة المياه الموجودة في غزة والشمال قد تم تعطيلها هل محطات التنقية أو التحلية في جنوب القطاع هل تضررت أيضا من العمليات العسكرية؟ كل محطات التنقية تصلت الصحيح محطات تحلية كلها بالكامل تضررت ولدينا طبعا جملاء في هذه المناطق تم تزويدنا بصور لهذه المناطق التي تم تدميرها تدميرا شاملا بحيث أنه لا يمكن بعد انتهى الحرب أن تعمل إلا إذا كان هناك عمل ربما سيمتد إلى حوالي عام حتى نعيد عمل بشري المحطات التحلية مونس موندر هل استهدفت بشكل مباشر هذه المحطات؟ أم كانت مناطق محيطة بها؟ في الحالة لا أستطيع أن أعطي تصور حول السبب لكن مدام هناك حرب بكل شيء مستباح لكن على الأقل سأدلل على شيء مهم جدا أن محطات التنقية تستطيع جميعها في الحدود الشرقية على مسافة 590 متر من الحدود الشرقية وبالتالي هي واضحة وماضحة المعالم وأن هذه محطات للتنقية ولا يوجد سكان محطين في هذه المنطقة بحيث يكون هناك أي حاجة أو أي داعي لاستهداف هذه المرأة مواندس موندر شبلاق مدير عام مصلحة المياه بقطاع غزة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر